موسيقى أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئ الإنساني في اليمن نزوح أكثر من 80 ألف أسرة من الحديدة هاربا من المعارك الدائرة في المحافظة وأشار التقرير الأممي إلى أنه رغم أجل جهد الإنساني المبدول لتلبية احتياجات النازحين إلا أن الأزمة لا تزال حادة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين كيف يمكن حماية المدنيين من آثار الحرب في الحديدة وما هو الدور المنوط بالمنظمات الدولية المعنية بالجانب الإنساني اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي باستخدام المدنيين دروعا بشرية في الحديدة جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان قالت فيه أن ميليشيا الحوثي تتمركز على أسطح المنازل وتستخدم المشافي والمدارس ودور العبادة مراكز وتكنات عسكرية أكدت الوزارة أنها تقوم بمتابعة وتوسيق الانتهاكات التي ترتكب الميليشيا وقيامها بزج الأطفال قصرا إلى جبهات القتال البيان استغرب ما أسمه بالصمت وتخاذ الأنفوضي السامي للحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من قبل الحتي هم النازحون في سبيل الحياة غادروا منازلهم كراهية خوفا من رصاص طائش أو قذيفة في معارك ظارية تجري رحاها في مناطقهم بمحافظة الحديدة لا تخلط طرقات من قصص العابرين عليها ولا من مأساتهم ولا تلك المخيمات التي استقبلتهم في أماكن الإيواء فالهروب من الموت يكلف الكثير والنزوح يكلف أكثر لذا تعل النداءات وتتكرر من أجل غاثة نازح الحديدة الذين قدر عددهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بنحو 80 ألف أسرة توجه إلى عدة محافظات أخرى أو إلى مناطق آمنة في الحديدة التقرير الأممي يشار إلى أنه رغم حجم الجهد الإنساني المبذول لتلبية احتياجات النازحين إلا أن الأزمة لا تزال حادة النداءات أيضا جاءت من اللجنة الدولية لصليب الأحمر والتي جددت دعوتها لجميع الأطراف في اليمن إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في مدينة الحديدة بينما اتهمت الحكومة بدورها ميليشيا الحوثي باستخدام المدنيين دروعا بشرية في المدينة وأضافت أن ميليشيا الحوثي تتمركز على أسطح منازل المواطنين وتستخدم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات عسكرية أما عن المساعدات الإنسانية في ظل هذه النداءات والاتهامات المتبادلة فحتى الآن لم تصل مساعدات تتناسب مع ضخامة أعداد النازحين المعلن عنها بل حتى لا توجد خطة طوارئ تم إعلانها أو سيتم تتحدث المنظمات الإنسانية عن هول النزوح في الحديدة وتسجل أرقاما جديدة كل يوم وحين تشير إلى جهود الإغاثة تشكو المنظمات من خطورة الممرات الإنسانية وعز بعض الفرق الميدانية عن الحركة جراء المواجهات وإن وجدت يقول سكان محذيون فهي شحيحة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المطلوبة والضرورية أبدأ النقاش مع ضيفي من نيويورك دكتور دحان نجر رئيس المجلس العالمي الحقوق والحرية أهلا بك دكتور دحان أهلا وسهلا تقييمك للوضع في الحديدة مع اشتداد المعارك بداية الوضع في الحديدة كارثي بكل المقاييش مئات الآلاف من المدنيين يعانون من موت محقق نتيجة للحرب الضرورية الدائرة ونتيجة الإنعدام المواد الغذائية فوضع الحديدة وضع إنساني مزري وبحاجة إلى نفتة إنسانية كبيرة ولا بد أن يتدخل الجميع لإنقاذ المدنيين في الحديدة من هذه الحرب الضرورية ومن نتائجها الكارثية طيب كيف تقيم الجهود المبذولة لدعم ومساندة المدنيين في الحديدة الآن سواء من التحالف أو من الحكومة الشرعية أو من المنظمة الدولية القهود ليست كافية أكيد ليست كافية فهناك تقصير واضح الحرب تأخذ أبعاد لا إنسانية هناك احتماب المدنيين وهناك قصف للمدنيين بدون واجنع وهناك قصور من جانب المنظمات الإنسانية الدولية كان لابد أن يتدخل الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي بشكل أكبر في تبيل إنقاذ الجرحة في مدى المواطنين بالمواد الغذائية إخفاج المدنيين من مناطق السماس المناطق الحطيرة التي يتمر كزيها المتقاتلون وفي الوسط المدنيون يموسون في القصف ويموسون في القنص ويموسون جوعا لابد أن تتدخل هذه المنظمات بشكل كبير وتتشكل فرق الإنسانية تطوم بين قادر المدنيين فأنا أرى أن الجهود ليست كافية أيضا المسحاربين ليسوا بذلك القدر من الحصافة بأنهم ينسجمون في مقايف القانون الدولي الإنساني في إحماس المدينة الحروب فعندما يأتي محاط ليحتمي في المدنيين وآخر يقصف بدون رحفة أي مقايف الثانية تتعبها طرفها الحرب بالتأكيد أنهم مقصرين في هذا الجانب أو يتحملون المسؤولية الأولى بسيطة إحتماءهم في المدنيين وقصفهم للمدنيين وأنا لا أفرق من هذا الطرف أو ذلك طيب نشرك معنا بالنقاش من لندن أيضا ناشط الحقوق للبراء شيبان أهلا بك أستاذ البراء أهلا وسهلا فيك أستاذ البراء إذن مخاطر كثيرة تحيط بالمدنيين ووضع إنساني صعب ربما على المدنيين في الحديدة هل ما زال هناك مجال لحماية هؤلاء المدنيين وتقديم الدعم ومساندة لهم بالنسبة لحماية المدنيين طبعا هي تقع دائما في كل الحروب على الأطراف المنخرطة في الصراع في هذه الحالة بطبيعة الحال يجب أن تتحمل الحكومة اليمنية والتحالف العربية المسؤولية الأكبر تجاه المدنيين كونهم تعتبر أطراف رسمية وأطراف شرعية يعني يقوموا بعمليات عسكرية لأغراض محددة الإسكالية أنه تحولت الاعتماد أو المساعدة التي يمكن أن تقدمها بعض المنظمات إلى مسألة تواكل كلي بحيث أنه كلما حصلت مشكلة وأزمى قلنا أين المنظمات الدولية أين الصليب الأحمر أين الهيئات الأولى المتحدة بينما المسؤولية دائما تقع على الحكومات هذه المنظمات فقط دورها مساعد مكملة للدورة الرسمية فبمجرد أن أطلقت القوات المشتركة عملياتها على محافظة الحديدة يجب مباشرة أن تكون هناك الأخذ بالحسبان المراعاة الجانب الإنساني هل سيكون هناك ممرات آمنة لخروج المدنيين إذا ما قرر المدنيين الخروج هل هناك مناطق آمنة سوف يستطيعوا أن يكونوا فيها بشكل مؤقت كل هذا يجب أن دائما يضع في الاعتبار عندما تكون لديك عملية عسكرية بمثل هذا الحجم طيب مراعاة الجانب الإنساني من قبل التحالف والحكومة الشرعية مع بدء هذه الموجة ربما من القتال في الحديدة أنت كناشط ومتابع ومهتم بهذا الجانب هل تلمس أي دور من قبل التحالف والحكومة لتوفير ممرات آمنة لحماية المدنيين في هذه المعركة الأخيرة من ناحية هناك جانبين من ناحية المراعاة أن يكون هناك خسائر من المدنيين لا يزال حتى هذه اللحظة تعتبر الخسائر ثليلة جدا معناتها أنه العملية العسكرية لا زالت إلى حد الآن لا زالت تعتبر فيها مراعاة كبيرة لحياة المدنيين من ناحية الأخرى وهي الاحتياطات التي تتواكب مع أي عملية عسكرية لم أسمع أن الحكومة اليمني أعلنت أن هناك مناطق آمنة لم أسمع أن القوات التحالف تحذر مثلا المواطنين في المناطق التي فيها قص أو فيها الصراع أعتقد أن في هذه الجزية هناك قصور كبيرة في هذه المرحلة أنا لا أعتقد أنه من الطبيعي أن العمليات ستتوقف واقعيا العمليات يبدو أنها ماضية إلى أن تسيطر القوات الحكومية على المدينة بالكامل ولذلك عندما كانت الحكومة اليمنية مقررة ويبدو أن هذا واضح عليها أن تتحمل كامل التزاماتها هي والتحالف العربي سؤال أخيري أستاذ البراء اليوم المعني بالموضوع الحكومة الشرعية بحسب كلامك وأيضا التحالف ماذا عن دور المنظمة الدولية؟ فقط ينحصر دورها فقط بإصدار تقارير إعلامية تتحدث أن هناك كارثة أم ربما يفترض أن يكون لها دور في الأرض؟ طبعا الكثير من المنظمات هي متواجدة على الأرض يعني الذي لا زال يتسأل كيف المستشفيات والمرافق الصحية تعمل كيف لا يزال هناك بعض المساعدة تدخل جماعة الحوثي تعتمد اليوم بشكل كامل على وجود المنظمات ولو لا وجود المنظمات لنحارت كل المنظومة الصحية على سبيل المثال بالكامل مثلا منظمات مثل الطباب لا حدود متواجدون داخل الحديدة ولكن مثلما قلت يبقى دور المنظمات مهما كان مهما حصلت هذه المنظمات من دعم من المانحين لا تستطيع أي منظمة بطبيعة عملها أن تستبدل الدورة الحكومية دائما الدورة الرسمية عندما يكون هناك قرار سياسي يكون أقوى ويكون أقدر على مواكبة الأحداث في الميدان أشكرك جزيلا البراشيبا ناشط الحقوقي كنت معنا من لندن نعود للدكتور دحان نجار دكتور دحان الوضع يزداد سوء في الحديدة باعتقادك من يمكن تحمله مسؤولية الوضع اليوم في الحديدة ويفترض أن يقدم الدعم للمدنين هناك أولا المسؤولية الكبرى تقع على طرفية الحرب يعني على طرفية الصراع هما المسؤولين قبل كل شيء وثانيا المسؤولية تقع على المجتمع الدولي سواء كانت الأمم المساعدة أو المنظمات الإغاثية الإنسانية فطرفية الصراع هما المسؤولين قبل كل شيء أولا لأن طرفية الصراع هما طرفان وطنيان المفروض أنهما أكثر حرصا على مدنيهم أكثر حرصا على مساءاتهم أكثر حرصا على مواطنيهم والمحاصرين والأكثر حرصا في البحث عن مهارج لهؤلاء المدنيين وإنقاذ حياتهم فهذه المسؤولية الأولى المسؤولة الثانية على المجتمع الدولي الذي دائما نسمع كما يقال ضجيج لكن لا نرى صحي المفروض أنه عندما نسمع الأمم المتحدة دائما تتكلم عن كارثة الإنسانية في العديدة أو الكارثة الإنسانية التي يمكنك في العام أن تستخذ إقراءات عملية حاسمة على الأرض في إسجار صراع في إرسال الفراقبين يعني الأمر الأجل صلب صراع فينا على الأرض فكما تتكلم الأستاذ البراء من لدن حول الممرات الآمنة والمناطق الآمنة هذه نقطة مهمة جدا يجب على المهمة أن تتبخل يجب على المجتمع الدولي أن يجراق موجود هذه المناطق والممرات هذا أمر ضروري أيضا يجب عليه أن تيعفل بكل جدية في سبيل إظهار المواد الصبية هناك الآن يمكن الآلاف من القرحة الآلاف من المعاطين الآلاف 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 من تدخل كياد ديها كيانت ونفتقول لك صفوا الشركة على الجميع لكن المسؤولين قبل كل شيء هما طرق الحرب المحليين اللي هما الهوتيين والحكومة الشرعية وكيانت الأطراف الآلاف الآلاف نشارك معنا بالنقاش دكتور سمير الشيبان نائب وزير حقوق الإنسان أيضا ينضم لنا من لندن أهلا بك دكتور سمير أهلا وسهلا بي فضال دكتور سمير بدأت الجولة جديدة في معركة الحديدة الحكومة متهمة بالتقصير أنها ربما لم تراعي ظروف المدنيين هناك لم توفر ممارة آمنة كما يتحدث البرا شيبان أنه لم يتم أي إعلام من قبل الحكومة الشرعية لماذا هذا الغياب وهذا التجاهل لوضع المدنيين في الحديدة مع بدء المعركة أولا مع كل احترام التقبيري للأخى البرأ أؤكد أننا قد وقهنا قواتنا مسلحة منذ اللحظات الأولى لبدء معارك الحديدة بمحاولة تقنب الهداف المدنية بأكبر قدر ممكن عمرنا أيضا بفتح وأمر الأخ الرئيس بفتح منافذ عبور بحيث لا يتم الضغط على المقاتلين الحوتين داخل الحديدة إلى الحد الذي لا يمتلكه معه إلا حد الانتعار خوفا من أن يكون هذا الانتقام من المدنيين لا بد من مراعاة مسألة أننا في الحقيقة كحكومة شرعية ليست لدينا أدوات مدنية فائلة في الحديدة بسبب سيطرة الحديدين خلال أربع سنوات الماضية على الحديدة الأمم المتحدة كانت تدعي دائما أنها تتعامل مع طرف ثالث في الحديدة وكانت تصر على تحويل كل المعونات المدنية إلى ميناء الحديدة على اعتبار أن لها أدوات للتعامل مع هذه المرضمات طالبنا الأصدقاء في الأمم المتحدة سواء في المرضمات الحكومية الدولية أو المرضمات غير الحكومية بأن تلعب هذه الأدوات التي يمتلكوها الدور في تأمين المستشفيات والمباني الحكومية والتقمعات المدنية قدر الإمكان دكتور سامير رسميا الآن أنتم في الحكومة لو تضعنا أمام الموقف الإنساني في الحديدة كيف يبدو بالنسبة لكم في وزارة حقوق الإنسان وإلينا يتجه الوضع الإنساني مع اجتداد المعارك في الحقيقة الوضع الإنساني في الحديدة منذ وقت طويل حتى قبل بدء المعارك الحاسمة للأهل النهائية وابع متلدي ومتلدي إلى درية كبيرة كما تعرف خسامي الوضع في الحديدة سيء منذ وقت طويل جدا ليس فقط منذ 2011 أو منذ قيام الحرب الحديدة استهدفت من قبل كل أنظمة الفساد والاستبداد التي تعاقبت على اليمن خلال الفترة الماضية استهدفت استهداف موديل أدى إلى نهب أموال أبناء تهامة والحديدة وتحويلهم إلى للأسف الشديد رعاية من الدرجة ممكن الثالثة أو الرابعة تم تعميم الفقر والجهل مع أن هذه المحافظة كانت من المحافظات التي تنير عقول الأمة وليست فقط عقول الشعب اليمني استهدفت هذه المحافظة بسبب رفض أبنائها لحالة الهيمنة الطائفية منذ وقت طويل جدا من الزمن وأعتقد أنتم تعرفون هذا في التالي طيب هذا معروف دكتور سمير الآن على مدى السنوات الماضية ظلم أبنات هامة كما تقول تجمع هذا الظلم وتراكم ربما واليوم تتحمل المسؤولية تحمل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية تردي هذا الوضع الإنساني هل هناك خطط لدى الحكومة للتخفيف من معاناة الناس وللتخفيف أيضا على الحكومة والتحالف الضغوط المفروضة اليوم مع بد هذه المعركة لأنه كما تعرف أنت الآن مع بد هذه المعركة تستخدم ذريعة وشماعة الوضع الإنساني للضغط نعم أولا لا أبرئ الحكومة ولا أبرئ وزارة حقوق الإنسان من بعض التقصير لكن هذا التقصير لم يكن بإرادة أو بشكل ممنهج كان بسبب ضعف الحيلة في حقيقة الأمر بسبب حالة الانقلاب الانتهاك الأول لحقوق الناس ولحقوق أبناء اتهامة هو استمرار حالة الانقلاب هذا الوضع لا بد من أن يحسن حتى نتمكن من معالجة الوضع الإنساني نحن حاولنا في الحقيقة عبر التواصل مع مرضمات غير حكومية دولية أن نحقق أكبر قدر ممكن من الدعم للمسألة الإنسانية حاولنا قبل هذا أن نوجه حتى فضقات الناس لأن تتوجه للحديدة للتخفيف من معاناة الناس وقهنا مركز الملك سلمان بالتركيز على الحديدة وتم توزيع عدد كبير من السلال الغدائية لتخفيف الحالة الإنسانية لكن في الحرب في الحقيقة بسبب الوضع الاستثنائي للحالة الحوتيين الآن يلقأوا إلى المناطق الكثافة السكانية للاحتماء بالناس طبعا لأنهم قد رأوا الهزيمة مرأة العين في الحرب لا يمكن أن تضمن عدم حدوث انتهاك 100% لحقوق الإنسان لكن بعض الأحيان أنت تضطر أن تقبل بالحد الأدنى مع أنه أمر ليس إنسانيا على الإطلاق أن أتحدث عن غبن حتى ولو بالحد الأدنى لحق الإنسان لكن هذا أمر واقع وهي معركة فرضت علينا ويتحمل مسؤوليتها من فرض على الشعب اليمني خوض هذه المعركة وهنا أقصد قوة الانقلاب التي لا زالت متشبثة ببقائها حتى ولو أدى الأمر إلى أهلاك أبناء الشعب اليمني وليس أبناء تهامة لوحدهم ويتم تعرفوا عدد الضحايا والانتهاكات التي حصل الآن في المنطقة الوسطى في إب في الضالة في صنعاء في صعدة حالة اعتقالات طبعا خوف من أن يتم التعقيل بالمصير المحتوم ولكن في الحقيقة لا يمكن لسنة الله تحويلها هذه الظواهر التي هي ظواهر طارئة غير مقبولة واقعيا هي إلى زوال ولهذه المسألة تبعات ومن أول هذه التبعات هي الكلفة الإنسانية التي نحاول أن نقلل منها قدر المستطاع لا أستطيع لا أنا ولا الأخر الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا أي مسؤول في الحكومة أن يعطي ضمانات بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في حالة الحرب سأعود لك سيد سمير لنتحدث عن ما الذي يبذل وقدم من الحكومة والتحالف للتخفيف من هذه الكلفة الإنسانية في الحديدة أعود مرة أخرى لدكتور دحان دكتور دحان هل تردي الوضع الإنساني في الحديدة والضغوط الآن هل يمكن أن تؤدي كل هذه العوامل إلى إيقاف المعركة في الحديدة يا أخي الكريم أكثر من مرة والمعركة في الحديدة تتوقف وتزداد معاناة المواطنين لا أرى خلال الفترة الأخيرة أي خطوات جادة بشكل منهجي كما ترون أنه كثير من المساعدات الإنسانية تمت شافها مخزنة دون أن توجه على المواطنين كثير من المنظمات الإنسانية أو المنظمات الدولية الصغيرة لم تتمكن من الوصول إلى ملاطق معينة في مدينة الحديدة أو في ضواحيها نتيجة الانتشار الألغام ونتيجة للقص المستمر ونتيجة المقائف التي تفرض من قبل سلطات الأمر الواقع على هذه المنظمات للتوجيع فهناك حالة تخبط شبيرة جدا وهذه هي حالة طبيعية في ظل الحر لكن لا بد أن ندفل جهود أكثر من قبل جميع الأطفال ولذلك أنا أركز على أنه كان مواجهة المجتمع الدولي أن لا يضغط فقط في جانب إعلامي لا بد أن نجول على الأرض لا بد أن ندفل من وضع خطط عملية لإفقاذ الفجنين لمساعدة المدنيين التي يلاحظ أن هناك ضجة إعلامية أثر بسها عملية على أرض الواقع فلذلك الآن الثاني ستزداد سؤال والفترة الأخيرة هي فترة حاتمة جدا أن المعارس احتدمت بشكل كبير ويجب التدخل الآن وليس بعد الآن الآن التدخل بك في جنب وإيجاد آلية لمساعدة المدنيين أو لإنقاذهم وتوتيه رسائل لكل أطراف الأسراع فالثاني لا نميز بينها لأولاك بغض النظر عن الموقف السياسي لأنه لا بد من بذل جهود كبيرة ومسفانية من كل الأطراف في سبيل حماية حياة المدنيين أشكرك جزيلاً دكتور دحان نجر رئيس المجلس العالمي الحقوق والحرية كنت معنا من نيويورك أعود لدكتور سمير نائب وزير الحقوق الإنسان دكتور سمير لتخفيف هذه الكلفة ما الذي يقدم للمدنيين هناك ولماذا لم تستغل الفترات التوقف ربما للمعارك ربما قد يكون لك عذر الآن مع الشداد المعارك في توفير ممرات ومساعدة المدنيين في الحقيقة هذا السؤال يوجه لي ما كانت الأمم المتحدة تحيب أن تطلق عليه سلطة الأمر الواقع لأن في الحديدة كانت في الحقيقة ولا زالت في أجزاء منها سلطة الأمر الواقع هي سلطة الاحتلال أو الانقلاب لهذا أقول أنه نحن سعينا بالمناطق التي حررناها أن نخلق ممرات آمنة نستقبل عدد كبير جدا من النازحين في المناطق المحربة حاولنا أن نوفر برغم أننا لسنا راضين عن هذا الذي قمنا به إلا أنه هو الحد الممكن من توفير سبل الحياة الكريمة للإخوة النازحين في المناطق المحربة لكن تعرف قرب العديدة من منطقة قلقة مثل تعز لم يمكننا أيضا من توفير مناطق آمنة لتوفير احتياجات الناس احتياجات النازحين فيها في عدن تم توفير بعض المسائل لعبت منظمات المجتمع المدني في منطقة فقم وفي منطقة رأس العارة وفي عمران لعبت أدوار كبيرة في سبيل استقبال الأخوة النازحين إلى من مناطق الحديدة بالتحديد إلى هذه المناطق ولكن هذا الأمر لا يرضينا رضا كامل لأننا نعرف يقينا أن إنهاء المعركة وبسط سيطرة الدولة واستعادة الدولة هو الأمر الوحيد الكفيل بإعادة التوازن لهذه الحالة من خلال طبعا أما فيما يتعلق بالتخفيف من عبادة إنسانية في الحقيقة نحن لم نكن نمتلك إلا وسيلة واحدة هي توقيه قواتنا بعدم ممارسة أي ممارسات تؤدي لانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولة لتفادي الضربات غير المركزة في المناطق التي فيها تجمعات بشرية وهذه كانت توقيهات فخامة الأخ الرئيس وكانت أيضا توقيهات كل القيادة السياسية ونحن ملتزمون بها ولكننا في رعب كل هذا نقول أننا لا نستطيع أن نضمن عدم وجود انتهاكات لأن الطرف الآخر يتاجر بمعاناة الناس لأن الآن الفقر والاحتياج والمرض سار واحد من وسائل السلاح التي تخدمها جماعة العوذي بالدات في الحديدة أشكرك جزيلا دكتور سمير الشيبان نائب وزير حقوق الإنسان وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوائل حدث في الختام تحية الطاقة والبرنامج ومنتج حلقة هذا المسلزة من ماهر أبو المجد في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر